أكد اليوم وزير والاتصال النطق الرسمي للحكومة عمار بلحي مران جهود دولة الهدفة لدعم حقوق المرأة وتطويرها تحتاج إلى مساهمة نوعية من مختلف الشركاء كالمجتمع المدني لا سيما في المناطق التي لا تزال فيها المبارسات السلبية تصادر بعض حقوق المرأة مشيرا إلى أن هذه الحقوق من شأنها المساهمة في تجاوز الصورة النمطية التي أنتجتها ذهنيات مخالفة للإسلام وأبرز بلحي مر في رسالة تهنئة إلى النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة الجزائرية وعلى غرار كل نساء العالم تحتفل غدا بيومها العالمي في ظل مكاسب جديدة تترجم الإرادة السياسية القوية الدعمة لحقوق النساء في مختلف المجالات مذكرا بأن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الذي أشاد بمستوى الوعي السياسي والشجاعة لذين تحلت بما المرأة الجزائرية أثناء الهبة الوطنية التاريخية السلمية ووقوفها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في الدفاع عن البلاد ضمن مسار التغيير السلمي الديمقراطي لبناء الجمهورية الجديدة يحرص على تمكينها من كافة الحقوق بما في ذلك تقلد المناصب المناصب المسؤولية واتخاذ القرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر